بسم الله الرحمن الرحيم وضمن خطة الحكومة بالتعاقد مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة جرت الموافقة على منح مدة ستين يوما إضافيا لتقديم خطابات الضمان للشركات المتعاقدة على إدارة وتشغيل مستشفيات الناصرية التعليمي والإمام المشتبى في محافظة كربلاء المقدسة والسياب في البصرة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 الموافقة على إدراج مشروع إطار في الموازنة الاستثمارية لوزارة التخطيط لعام 2024 باسم تهيئة الظروف لعودة النازحين في المحافظات المحررة وإعادة إعمار القرى المخدمة بكلفة أولية مقدارها 100 مليار دينار ليتم لاحقا تحديد الحصص لكل محافظة وتكليف المحافظات أو صندوق إعادة الإعمار بالتنفيذ للإشعار بمباشرة الحكومة بهذا الملف شراكة مع المحافظات والمجتمع المتضرري من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى للتشجيع على المشاركة شريطة أن يجري توفير التخصيصات المالية السنوية في جداول موازنة عام 2025 وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات اللاحقة وأن لا يجري الدخول بالتزام مالي قبل توافر التخصيص المالي استنادا إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل الموافقة على بيع الحنطة محلياً للمطاحن الحكومية والأهلية المجازة رسمياً لدعم المشروع الوطني لإنتاج الطحين الصفر التجاري على أن يكون سعر البيع بما يعادل سعر استيراد حنطة مشابهة من حيث المواصفات واصلة إلى ميناء مقصر فرض تعرف قمرقية على الطحين المستورد تصاعدياً تدريجياً مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلي وصولاً إلى نسبة 25% كمرحلة أولى وكما يأتي أولاً 10% من تاريخ 1 أيلول 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2024 25% من تاريخ 1 كانون الثاني 2025 ولغاية 30 حزيران 2025 ويعاد النظر بالتعرفة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار ثانياً استخدام الحنطة المحلية لإنتاج الطحين الصفر وبيع الحنطة المحلية للمطاحن بسعر 450 ألف دينار للطن الواحد ثالثاً تعاقد وزارة التجارة والشركات المتعاقدة معها مع المطاحن التجارية العراقية لتجهيز المشمولين بالإعانة الاجتماعية بمادة الطحين الصفر على التعاقدات الجديدة رابعاً حصروا تجهيز وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية بالطحين الصفر من المطاحن المحلية خمسة فرضوا رسم قمرقي على الطحين المستورد وزن واحد كيلوغرام بنسبة 30% بدءاً من تأريخ واحد تشرين الأول الفين واربع وعشرين إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24 ألف وميتين وواحد لسنة الفين واربع وعشرين بحسب الآتي التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة التي تستخدم منتج أختام التسهيل بأنواعها المختلفة بشرائه من شركات وزارة الصناعة والمعادن بدلاً من شراء المنتج الأجنبي المستورد تنفيذاً للمادة 30 ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لارتباط المنتج المذكور آنفاً بالأمن والسلامة والصحة دعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية أربع وعشرين ألف وخمسطعش لسنة الفين واربع وعشرين بحسب الآتي الموافقة على انضمام وزارة الصحة إلى التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة على أن لا يترتب على الوزارة المذكور آنفاً أي التزامات مالية أو قانونية تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز عجلات الإطفاء لمصلحة وزارة الداخلية بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية يوكي إي أف استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الصرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور إقرار توصيات محظر الاجتماع 37 للوجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة الموافقة على مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملت جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص رقم 26 لسنة 2023 الذي أعده مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة أقر المجلس ما يأتي أولاً استحداث مكون الأعمال التكميلية لإنشاء قسم شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة كربلاء المقدسة ضمن مشروع دراسات وتصاميم واستملاك أراضي وإنشاء قسم الحماية الاجتماعية في محافظة كربلاء المقدسة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع ثانياً تنفيذ أمري الغيار رقم 8 ورقم 9 لمشروع ماء البغدادي الدولاب الأنبار وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع شكراً